والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله بالنسبة للسائل تاسطيف لسألني فيما يخص ركعتين بعد صلاة الجمعة هل تصلى في المسجد أم تصلى في البيت أقلت لك تصليها في البيت ولكن أنا حب نقول لك وعلاه العلماء أكدوا ونصحوا وقرروا أن ركعتين بعد صلاة الجمعة تصلى في البيت قالوا لكي لا يطعن في الإمام لكي لا يطعن في الإمام لأن صلاة الجمعة ركعتين وانتا غيرت سلمت ونصلي ركعتين لأعلى بعض الضعاف يقولوا وراء وناضي يعود الجمعة ما للإمام هذاكش ما بيه هذا الإمام ما يتوضاش ولا ما يخصش من نجاسة ولا ما قراش منه شفت باش يحافظوا على السمعة على الإمام باش نحافظوا على السمعة على الإمام نصلوا ركعتين في البيت وهذه السنة وهذا وش يعلمنا يعلمنا الشريعة الإسلامية كيف حافظت على الإمام الإمام حالة خاصة من عملوش الإمام كساء الناس هذا رجل يأمنا في صلاتنا الصحابة رضي الله عنهم من جملة الأسباب لبيع بها أبا بكر الصديق من جملة أسباب وش قالوا لقد ارتضاه رسول الله لصلاتنا لديننا كيف لا نرتضاه لدنيانا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس قالوا له يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف ما معنى أسيف يعني قلبه رقيق كثير البكاء هذا هو الأسيف يبدأ يصلي يبدأ يبكي غير يوقف بين يدي الله يبدأ يبكي إن أبا بكر رجل أسيف قالوا مأنتون صويحبات يوسف مروا مروا هكذا مروا أمر مروا أبا بكر فليصلي بالناس فأمروه أن يصلي بالناس كبر النبي عليه الصلاة والسلام خفى يعني انقص المرض والتعب عليه فرح صلى ورأى أبي بكر رسول الله يصلي ورأى أبي بكر ملأ أبو بكر من الصديق غير شعر وللنبي عليه الصلاة والسلام رأى مرأة الدنة قالوا النبي صلي بالناس صلي بالناس لكنه الدنة فدن النبي عليه الصلاة والسلام وصلى وهو جالس والمسلمون قيام صلوا بصلاته فلما انتهت الصلاة قلوا عليه الصلاة والسلام لحبيبه لأبي بكر الصديق يا أبا بكر ما منعك أن تصلي بالناس إذ أمرتك شفتوك هاي الأمر يعني أني وصلكم لوحدة المسألة مهمة مدبيا وجد ورقا وسيالا بيش تكتبها قالوا يا أبا بكر ما منعك أن تصلي بالناس إذ أمرتك كين أمر ولا مكاش كين أمر من رسول الله ولكن أبا بك الصديق لما تعلق الأمر بالأدب ما طبقش الأمر واش قالوا ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله وأقره رسول الله على ذلك ولم يقل شيئا ولذلك قال العلماء لما يكون كاين نص وكاين ما قام الأدب يقدم الأدب على النص قالوا صلي بالناس قالوا ما كان لابن أبي قحفة أن يصلي بين يدي رسول الله دكنتكم ميتة لكي تفهموني انتارك مزوج مع مرتك مع أولادك وتجي يمك ضيفة يمك وبابك يجوا الظياف عندك لما يدخلوهما واش يقولوا لك أمر ما تشقيش روحك ما تشقيش روحك بكلها الطيب لا لا ما تحط النهوال يا وليدي هذا أمر ببابك ويمك انت دير بالأمر ولا دير بالأدب تحط لهم القهوة والعشاء ولا ما تحط ولا تخلق قرصك وتقول لا لا يمك قتلي ما تشقيش روحك شف كيفا يمك تعطيك أمر ما تشقيش روحك ولكن انت تشقي روحك ما تديرش بكلامها يتلاقى بك باباك ولا خالك ولا عمك يقول لك دبا راسك دير لي عشاء ولا وحشيش مقطفها انت تروح دير له حشيش مقطفها هذيك تدير له حاجة أفضل ما تتبعش للأمر الذي صدر إليك لأن المقام مقام أدب مقام أدب فهمت يمك تصيبها في الطريق يفدها قفة قيلة تقول لا لا يا وليدي لا لا يا وليدي تعمل بكلامها لا لا تنحيلها القفة وترفدها ولقد ترفده ما ترفدها لما تعلم ما كان هناك أمر وكان ما قام أدب سيدنا أبو بكر الصديق قدم الأدب على النص ولذلك هذا الجهل ليستدلوا يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسيدوني في صلاتكم ولو قال لك رسول الله ما تسيدنيش أنت تسيده لأنه هو سيد المتواضعين وشكت سنة يقول لك سيدوني وشكت سنة يقول لك احتفلوا بالمولد انتاعي وشكت سنة يقول لك عظموني النبي كان سيد المتواضعين أنت تعظموا أنت سيدون يعني تبجله وتعظمه وتجله فهمتها ملارك عرفت وعلاها الشريعة حفظت على مقام الإمام سائلة تقول زوجي هجرني منذ أربعة أشهر يتعشى ويبيت عند أمه وأخواته يغسلن له ثيابه ونسي بيته وأطفاله أنا أخذ أطفالي المرضى إلى المستشفى وأحيانا أخذهم ليلا تسمع يلي ركريك إذا عندي يماك مرتكي تد أولادك للمستشفى في الليل أنت باي تشخر وهو يشخر في بيت أمه فهل أعتبر مطلقة لا أطلق ولم يقع يعني حقيقة أنت في مشقة ولكن هجران الزوج لا يدل على الطلق والشريعة الإسلامية جعلت من آداب من آداب تأديب الزوجة الهجران ولكن في البيت ماشي خارج البيت داخل الدار يعني إذا المرأة هذه نشزت وركبت راسها ويدي في حاجة لازم يربيها الزوج انتحا يجوز وشعله ولكن داخل البيت ما يرقدش معها ما يكونش مليدها قيس ما تتربى برك يعني ماشي يجعلها عادة قيس ما تتسقم والعادة العادة العادة المرأة المأصلة المربية يعني لتربات عند بابها ويماها غير رجلة يحط عينه تتسقم يعني ما يتسناش حتى يجروها ويعيظوها العادة هكذا غير يحط عينه تصيبها تسقمت لأنها تطلب الرضان تاعو لأن هناك بابا في الجنة لا تدخله إلا المرأة المطيعة لزوجها وهذا المرأة يعينها على هذا الباب يعينها على هذا الباب ولذلك تصيبها تخدم في رجلها واتطيعو وتحسن إليه وهكذا إذن الزوج انت أكريبات عندي إماه ويكون عندي إماه ولا نصحته إماه ولا نصحه أخواتته وصابها هائلا يمها الطيب أخواتته يغسل له حويج انسى مرتو انسى أولاده وانترك تجري بيهم في المستشفيات وهما مرضى هذا من العقوق والله هذا من العقوق وهذا من قطع صلة الرحم واش عالم الأخوات واش عالم الأمهات يجيخوهم عندهم ما ينصحوه لازم تنصحوه روح المرتك أولادك انصحوه لأن الرحم معلق بالعرش وعبك ماذا تقول وصل الله من وصلني وقطع الله من قطعني وإلى حصة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته